أعلن مدرب المنتخب الجزائري وحيد خليلوزيتش عن القائمة الأولية استعداداً للمشاركات في نهائية كأس العالم بالبرازيل القائمة لم تشهد أي مفاجآت وضمت خمسة لاعبين فقط يلعبون في الدور الجزائري من بينهم ثلاثة حراس مرمى كما شهدت استدعاء رياض محرز مهاجم لستور سيتي الإنجليزي للمرة الأولى بالإضافة إلى عودة رياض أبودابوز لعب باستي الفرنسي وذكر مدرب المنتخب خليلوزيتش أن مصير مهاجم بورتو البرتغالي نابيل جلاسيس سيتحدد بعد خضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية الجماهير الجزائرية تعالق أملها على مهاجم دينامو الزغرب العربي هلال سوداني الذي تألق بشكل لافت الموسم الحالي وقاد فريقه لتحقيق لقب الدور الكرواتي هلال سوداني يرى أن لدى الجزائر فرصة كبيرة في تخطي مرحلة المجموعات وتحقيق الإنجاز الأبرز في تاريخ كرة القدم الجزائرية مع المونديال الناس كامل والصحافة رأي تقول بلي المتخبشيكي والمرشح الأول صراحة المتخبشيكي وصراحة المرشح الأول من كرة القدم ما هيش معلومة داقة كما يقول لك وحنا ذلك حين نبوه كامل حوظة تعنابه نتأهله صراحة قام يقولوا بلي المتخبشيكي الأول والجزائر وروسيا وكوريا الجنبية راح ينبوا المرتبة ثانية كرة القدم ما هيكل شيء ما كاش حاجة مستحيلة في كرة القدم احنا راح ندروا المجهودة تعنا إن شاء الله شكرا للمشاهدة